السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا عطر من توم فورد قبل ما نبدأ بالعطر هذا نتكلم شوي من وين جاء العطر هذا في عام 2007 في البرايفت بليند لاين لتوم فورد توم فورد طلع عطر اسمه توسكا لاذر عطر مشهور يعني عطر مو غريب يمكن إذا حتى لو أنت مثلا مقتلية العطر هذا كيف انك سمعت بالاسم توسكا لاذر العطر كان عبارة عن عطر جلدي سويتي فروتي جميل الصراحة الروزبيري هناك كانت نوتة جميلة برضو فيه كانت فيه نوتتين من الجلد عطر جميل عطر جلدي جميل كان مصنف على انه يونيسيكس أنا بالنسبة لي أشوفه ما إلا للذكوري الماسكلين أكثر لأنه عطر كان أجريسيف شوي كان حتى كأداء مرة جيد يعني تتكلم عن 12 ساعة ثبات وتتكلم عن تقريبا 6 ساعات يعني ما هو عشان من ذا لغا نتكلم من 4 إلى 5 ساعات فوحان طبعا اللي ما جرب عطر توسكا لاذر ممكن أوصف لك ريحته يعني رائحة العطر في توسكا لاذر شلون جاية جاية تقريبا كريحة مثلا نقول اللي هي سيارة اللي هي سيارة سبورت لاذر وفيها مثلا سلة روسبيري فواحة فتعطيك نفس تقريبا رائحة توسكا لاذر هذا بالنسبة لتوسكا لاذر في عام 2016 كانت فيه إفنت موجودة في نيويورك اللي هو الفاشن ويك اللي يصير في نيويورك كل سنة طلعتهم فورد عطر اسموه أمبري لاذر 16 كان حصري وخاص يعني للفترة هذيك انقطع العطر هذاك مهم موجود كان عبارة عن يعني فيرجن أخف من توسكا لاذر مشكلة الأمبري لاذر 16 كانت أداؤه يعني أنت تتكلم عن ساعتين تقريبا أربع ساعات والعطر مختفي فكان أداء سيء جدا الصراحة من أمبري لاذر 16 في عام 2018 العام الماضي توسكن أو توم فورد رجع اللي هو أمبري لاذر 16 بأمبري لاذر 18 وش الاختلاف اللي صار انه أمبري لاذر طبعا كان في أمبري لاذر 16 كان في البرايفت بلند لا هنا أمبري لاذر 18 طلعوا على السيجنيتشر لاين وما حطوا في البرايفت بلند فالسعر حيكون أرخص طبعا أمبري لاذر 18 بشكل كبير بعدين حنا هنتكلم عن العطر لكن بشكل كبير هو نفس أمبري لاذر 16 باستثناء نوتة العنبر اللي شوية أخذت من أمبري لاذر 16 وضعت هنا في أمبري لاذر 18 نتكلم الآن عن البرزنتيشن قبل ما نكمل عن العطر البوكس يعني كلاسي بوكس الصراحة من توم فورد توم فورد أمبري لاذر يجي بتركيز ايدي بيرفيوم يجي بصايزين المية ملي والخمسين ملي تحت اللي هو الباتش كود يمكنك ان ترى أن ترى زي ما قلنا في الخلف اللي هي جنرال توم فورد برضو موجودة ومطبوعة هنا هذا بالنسبة للبوكس بالنسبة للبوتل نفس الشي صراحة أنا معجبتني البوتل هذي حتى أكثر من البرايفت بلند لايم بوتلز أنا معجبتني البوتل هذي توم فورد أمبري لاذر الكاب جيد توم فورد أت توب تمام داون طبعا الليبل هنا موجود عليها اللي هو ادي بيرفيوم ومية ميلي ونفس الشي بالنسبة للباتش كود موجود هنا السبري أفضل كثير حتى على اللاين اللي هو برايفت بلند السبري جميل الصراحة هو يؤدي المطلوب هذا بالنسبة للبرزنتيشن أمبري لاذر أمبري لاذر يعني وش معنى كلمة أمبري لاذر بعض الناس يتخيل إنها العنبر أو العنبر الجلدي أو كذا أو الجلد العنبر لا أمبري لاذر هنا الأمبري اللي معناتها الشدو فهنا معناتها اللي هي ظلال الجلد أو زي كذا فمتخيل أنت من الاسم إنه العطر حيكون دارك يعني العطر حيكون شوية دارك بالنسبة لنوتات العطر هنا التوب نوت الهيل قلب العطر الجاسمن مع الجلد قاعدة العطر البتشولي والعنبر والطحالب طبعا على الرغم من إنه هنا العطر مقسم إلى التوب وبتم وبيس لكنه يعني يعني تحس إنه العطر هنا خطي تحس إنه العطر من بدايته إلى نهايته هو نفس العطر ما يتغير معك طبعا زيه زي توسك اللذر اللي يجرب توسك اللذر يعني فعلا توسك اللذر تحس إنه فعلا عطر خطي باستثناء يمكن السبري الأولى لكن بعدين العطر يبقى خطي لين ما يموت وش يعني أوجه الشبه والاختلاف بين هذا وتوسك اللذر توسك اللذر زي ما قلت لك أغرسيف قوي مرة يعني على إنه كان مصنف يونيسيكس بس أشوفه ماسكلا هنا العطر هو عبارة عن من توسك اللذر هنا العطر أشوفه فعلا يونيسيكس والنساء تقدر تتعطر بالعطر هذا فعلا يونيسيكس هو لايت فيرجن واللي يخلي النساء برضو تقدر تتعطر بالعطر هذا اللي هي نوتة الفلاور اللي جاي من الجاسمن هنا حطوا الياسمين مع العطر بحيث إنه يخلونه شوي يعني داخل على جهة اليونيسيكس أكثر طبعا هنا العطر يعني برضو أقولك إياه هو عبارة عن افتتاحيته ميكس ما بين الجلد والعنبر والجاسمن طبعا وتحت الروسبيري اللي كانت موجودة في توسك اللذر معطيها لسويت هنا يعني تحس إنه صح إنها مذكورة كنوت لكنه برضو تقدر تحس فيها ففي تتش السويت لتل سبايس يعني العطر الصراحة توليفته جميلة يعني مو إنه توليفته يعني مثلا منفرة أو كذا يعني توسك اللذر بعض الناس ما يرتاح لها لأنه هيفي وأجريسيف وكذا لا هنا العطر يعني أخف مريح تحس فيه نوت يعني كلاسيكي شوي فالعطر هنا أجمل بكثير وبالنسبة لي أنا كرائحة أفضل أمبري لذر 18 على أمبري لذر 16 وعلى برضو توسك اللذر هذا بالنسبة لتقييمي الشخصي أنا الشيء الوحيد اللي ضايقني في العطر هذا هو أداؤه أمبري لذر 18 الصراحة أفضل من أمبري لذر 16 كأداء لكن لا زال أداؤه أقل من توسك اللذر وهذا شيء صراحة بالنسبة لي يعني زعلني لأنه signature line اللي موجود فيه العطر هذا عند توم فورد في عطور جميلة جدا يعني زي عندك اللي هو عطر من توم فورد اللي هو نوارك ستريم نوارك ستريم جميل spicy vanilla مع يعني gourmand type of scent عطر جميل مش مشكلته مشكلته أداؤه سيئ الأداء سيئ يعني يقول لك الزين ما يكمل وللأسف فعلا الزين ما يكمل يعني أنا تمنيت أن العطر هذا يعني يكون أداؤه أقوى بكثير بين الأداء اللي موجود هنا طبعا بالنسبة لثبات العطر ونتكلم لك عن ست ساعات تقريبا فوحانه كويس إذا أعطاك ساعتين لأنه very close to your skin عطر close to you يعني اللي يقرب منك وسلم عليك راح يشمل العطر لكن لا تتخيل أنه راح يعطيك سياج جميل وكذا لا أبدا ما راح يعطيك السياج اللي أنت متوقعه بالنسبة لتقييم العطر أنا أحب العطر مشكلتي معه الأداء فللأسف توم فورد ثمانية من عشرة So this is my review لتوم فورد أمريل أذر أتمنى منكم الصراحة الاشتراك بالقناة دعمها بالشير واللايك وإن شاء الله more things will be coming very soon and always remember أحلى من العطر لباسة See you later